بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله آآ في الدرس السابع حنربط بين آآ الجهاز اللي هو نحن نسميه الجسد والحوسبة اللي درسناه في في الدرس السابق اللي هي عملية الحوسبة الادخال والمعالجة ثم اخراج ممكن يكون مع المعالجة في تخزين دايم في دي خطوات الحوسبة الاربع اللي بتدين في اي شغل على الحاسب حنجي نشوف كيف الحاجة دي الاجهزة اللي شرحناه في جسد الحاسب كيف هي بتقوم بعملية الحوسبة فنجي للصورة طبعا الصورة اللي على اليمين دي اللي دي آآ صورة الحوسبة درسناه قبل كده ادخال انبوت معالجة او اخراج مخرج ومنه ممكن آآ اسنان المعالجة ممكن لو انا عايز احتفظ بالمعلومة وايجي استخدامها فيما بعد بعمل لها تخزين دايم في الهاردسك او في الغرصة الصليب او في اي جهاز تخزين دايم طيب الدخل في الرسمة هنا على اليسار يا اما انا باستخدم الكيبورد زي انا عايز ادخل كلام او نصوص كتابة او اي اوامر الكيبورد وايضا الماوس برضو باستخدمه لادخال اوامر على الكمبيوتر فخلينا نتابع عملية واحدة حتين في الكمبيوتر ونربطها بكل اجزاء الحاسب نفترض انا عايز اشغل مايكروسوفت ويرد واكتب فيه نص وانسغ النص ده واحفظه في الهاردسك فاول خطوة بافتح الكمبيوتر اللي هو الجهاز باضغط على الزير بتاع الجهاز ده باشتغل الجهاز الجهاز لازم يكون فيه منزل فيه نظام التشغيل ومايكروسوفت ويرد يكونوا منزلين وين بكونوا منزلين في الهاردسك هنا فلما نفتح الجهاز طبعا نظام التشغيل تلغاي بتحمل في الذاكرة دي الرام النظام التشغيل بعد ما يتحمل في الذاكرة بتصهر شاشة الويندوز مثلا لو كان شغل نظام التشغيل ويندوز بتصهرني الشاشة سطح المكتب الآن نظام التشغيل شغال وموجود في الرام وشغال في المعالج منتظر مني عوامر في ايكونة او اسم مايكروسوفت ويرد موجود في سطح المكتب باستخدم جهاز الدخل الماوس بعمل دابول كليك على الايكونة بتاعة مايكروسوفت ويرد فده امر لنظام التشغيل اللي اشتغل في البداية انه يا نظام التشغيل انا عايزة تشغيل لي مايكروسوفت ويرد فنظام التشغيل بعمل شنو بيمشي يبحث عن مايكروسوفت في الهاردسك لقاهوا بيرفعوا في الذاكرة ويديوا مساحة في الذاكرة في الذاكرة بكون في جزءين في جزء نحن بسميه الجزء حق نظام التشغيل ده هو بيشتغل اول ما نفتح الكمبيوتر بيشتغل نظام التشغيل وبيحجز جزء من الذاكرة دام بيشتغل فيها وما بيروح منا الا نكفل الجهاز وفي مساحة بنسميه مساحة المستخدم لما النظام التشغيل يحمل مايكروسوفت ويرد حيضع في الجزء الثاني من الذاكرة مساحة المستخدمة ويظهر عندي في جهاز الخرج هنا في الشاشة يظهر مايكروسوفت على الشاشة خلاص الان مايكروسوفت شغال ببدأ استخدم الكيبورد بيدخل النصوص والممكن استخدم الماوس كجهاز دخل انسغ اظل للنص وعمله خط كبير او لون او كذا لحد ما خلصت الادخال كل الاداتا اللي بدخله هنا في في الاداتا اللي بدخله على مايكروسوفت ويرد لانه مايكروسوفت ويرد في الرام فالداتا برضو بتكون هنا في الرام قاعدة في الرام ما دخلت اي مكان تاني وتصهر منا نسخة في الشاشة جهاز الخرج لحد ما خلصت التنسيق اذا انا عايز المعلومة دي اللي هي الورد ملف كبير وعايز اجي استخدمه فيما بعد اول خطوة عشان احافظ على الادخال ده ما يروح مني لانه قاعد بس في الرام ما قاعد في مكان غير الرام الكلام اللي كتبتو فبدي امر لي مايكروسوفت ويرد بعمل ملف حفظ امر حفظ معنا اعمل لي نسخة من الكلام اللي انا كتبتو في الرام ده ضع نسخة وين في الهاردسك باسم ملف مثلا سميتو دوكومنت وان فيبقى هنا يتخزن في الهاردسك اه كلام اللي كتبتو في ملف اسم دوكومنت وان ضوت دوك او دي او سي اكس مايكروسوفت وير ملف وورد الان ده اه الملف اللي كتبتو موجود نسخة في الرام ونسخة في الهاردسك لو الجهاز قفل لو الكهرباء قطعت لو اي حصل حاجة وقفلت الجهاز وفتحته ممكن تاني افتح من الهاردس اشان الكلام اللي كتبتو يجي في الرام عمل لده بول كليك بيطلح في الرام اه الان كده عملنا خطوات عمليات الحسبة كلها في برنامج واحد طبعا اي حاجة بتجي في الرام اصلا بتشتغل في المعالج لانه المعالجة اللي بيقوم بالشغل بنفس برنامج نظام التشغيل بنفس مايكروسوفت وير الحاجات كلها اللي بتصهر بتكون اه يعني المعالجة بتتم وين بتتم في المعالج مع الرام سوى المعالج ما بتعامل مع الهاردسك مباشرة يعني لو انت ما عندك رام في الكمبيوتر حقك وعندك هاردسك وعندك معالج ما بيشتغله المعالج بيشيل معلوماته من الرام لانها سريعة فاذا انت عايز اي برنامج عملت بول كليك بتحمل ينتغل من النظام من الهاردسك الى الرام والمعالج ما عنده علاقة مع الهاردسك علاقة مباشرة مع الرام بس اي حاجة موجودة في الرام بيتعامل معه ما في في الرام لازم نحملها من هاردسك للرام يبقى الرام مهمة جدا هي الوسيط بين الهاردسك والمعالج وبين كل الاجهزة اي معلومة انت عايز تخزينه في الكمبيوتر عايز تعملها بروسسينج عايز تصهيرها عايز تحفظها كلها لازم في البداية تجي في الذاكرة الرام يبقى سعة الرام لما نجي نشتري كمبيوتر تعتبر كل ما كبرة الذاكرة الرام افضل لانه بيشير حاجات كثيرة والهاردسك اه ما عندنا علاقة مباشرة بين المعالج والهاردسك يبقى دي فكرة مبسطة عن علاقة الدخل والخرج مع الاجهزة اللي شفناه ممكن في درستاني نفصل اكتر وإلى لغة في درس اخر والسلام عليكم